وال جوية غير اعتيادية شهدتها مناطق من روسيا على امتداد الأشهر الماضية فبين الفيضانات العارمة ودرجات الحرارة التي نادرا ما سجلت في البلاد حتى في فترات الصيف وبين الحرائق التي تهاجم أجزاء مهمة من الغابات ثم تنحرفات واستثناءات ما برحت تتفاقم فيما يشكل وفق الخبراء نظرا لتبعات سيئة للتغير المناخي على روسيا في مستقبل لم يعد بعيدا كثيرا يتغير المناخ في روسيا على نحو أسرع بمرتين من تغيره في نطاق العالم الأمر يحمل معه خسائر مادية واقتصادية كبيرة تقدر بعشرات المليارات من الروبل سنويا ورغم كون روسيا رابع أكبر دولة مطلقة للانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بعد الصين والولايات المتحدة والهند إلا أن هيكلية اقتصادها المعتمد على صادرات النفط والغاز من بين العوامل التي قد تحكم تريثها في التحرك حيال الأمر مع أن التحديات المناخية المتسارعة لا تمنحها متسعا من الوقت ويوجهها نحو حلول تتناسب مع معطيات واقعها كالدفع باتجاه امتصاص الانبعاثات الضارة عبر ما تمتلكه من غابات وأحراج يطلب من روسيا التحول إلى الطاقة الخضراء وذلك أمر صعب ومعقد وباهظ الثمن إذ ليس من البساطة تركيب بطاريات شمسية في عموم البلاد فالكثير من مناطقها غير مؤهلة لذلك لكن الغابات ثربة حقيقية يمكن الاستثمار فيها وتطويرها على نحو ينجنبنا التبعات الكارثية لتحولات المناخ ومع إقرار الحكومة الروسية استراتيجية التنمية الاقتصادية منخفضة الكربون وتأكيدها على همية التعاون الدولي عبر العمل باتفاقيات المناخ السابقة يبقى الإطار الدولي من منظور موسكو مسارا فاعلا للحد من التغير المناخية شرطا لا يتعارض وإمكانيات البلاد الاقتصادية أو مصالحها الوطنية يتحدث البعض عن مكاسب لروسيا جراء التغير المناخي من قبيل تدفئة مناطق الشمال الروسي وبها يفسرون ما يبدو لهم تململا منها في التحرك النشطي حيال الملف على الجانب الآخر يلفط البعض إلى أن موسكو تستند إلى تقديرات دقيقة لتبعات التغير المذكور ما لا يمكن أن يجعلها لمبالية وإن جاء موقفها مختلفا عن غيره أريش محمد سكاي نيوز عربية موسكو